تبقى التساؤل مصطفى فتحي وأحمد عبدالقادر الاتنين المعارين سواء من الزمالك أو من الأهلي إلى فريق سموحة والحقيقة أنه هو يعني ما فيش مجال للشك أنه سموحة دايماً بيكتشف لعبين أو بيعيد اكتشاف لعبين أو بيعرف يصدر لعبين لأندية وده السبب في أنه رئيس النادي المهندس فرج عامر ممكن بيكون بيقول أرقام تبدو قدامنا للوهلة الأولى غير منطقية لكن هو عارف أنه بيعمل حاجة مختلفة اللعيب عنده عن اللي ممكن يكون بيقدمها إيه المختلف مصطفى فتحي اللي حاصل الموسم ده مع سموحة بيخليه نافس على لقبها الدافئة الدوري المصري الممتاز وفي نفس الوقت بيخليه بيلعب تسعين دقيقة كاملة وبيعرف يكمل مباريات وبيعرف يتقلق وبيعرف يظهر بأداء مفيد لي على المستوى الشخصي والفريق ككل إيه المختلف اللي كان منعه أن يلعب أساسياً مع الزمالك سواء لإصابة طويلة أو لغياب فني مثلاً من باتشيكو قبل ما يمشي ويجي مكانه كارتيرون هل الإجابة هو أنه تظلم ولا أن المناخ ما كانش مناسب ولا عدم قناعة فنية ده على العكس ما ينفعش نقول أنه تظلم أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر مشي أصلاً من الأهلي بل ووصف بالهارب في وقت من الأوقات لكن الأهلي فضل مرأبه وهو بره في التشيك فرجعه مرة تانية وأعاره سنتين وعمله عقد كويس قبل ما يسافر فواضح أن الأهلي عينيه كانت حلوة قوي في الحتة دي مطلع لعيب بياخد خبرات بيتقلق الكل بيتكلم عليه علشان بعد سنة أو سنتين بنهاية عقده في الإعارة ممكن يدعم الأهلي هجومياً بنسبة كبيرة جداً على مستوى مراكز ما تحت المهاجم بأكملها طيب اتكلمنا عن مبارتين النهاردة تلعبوا في الدوري بكرة عندنا ثلاث مباريات في الدوري